سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله سيدنا حياك الله سمحت الشيخ علي عبدالزهرة اللهم صلي على محمد فضلوا سيدنا أنا موالي من مصر وصديق معكم وأحبابنا أن نسلموا عليكم شكرا جزيلا حياك الله أنا سعيد أني بتحدث معك يا سمحت الشيخ علي عبدالزهرة شنو حيدر عبدالزهر شنو لعد حيدر سيد حيدر الموسى وشنو أنا اسمي رامي عيسى والفيسبوك مسميني حيدر الموسى وهذا خلاف الحقيقة لا هذي كما جاء في كتاب الكافي الأبي جعفر قال يا معلّ أنتم على دين من كتمه أعزه الله ومن أذاعه أذله الله فأنا على دين آل البيت فبكتم دين يلا مع السلام لا تعال بس ما الإشكالية في اختفاء إمامك الثاني عشر أفا جبان والله جبان ومسمي نفسك عبدالزهرة يا عبد البشر بقى نظره بقى يا عبد البشر كفاكم هروب بقى ومن حيدر الموسى وعايزين نخشون بإسم رامي عيسى الحقيق ومن حيدر الموسى يا عم تعالى أبوك من اللي سمى أبوك واللي خلفوك عبدالزهرة هل الزهرة كان لها عبيد؟ لو اسم عبدالزهرة حلو كان الحسين تسمى عبدالزهرة كان الإمام الحسين سمى ابنه علي بن الحسين كان سمى عبدالزهرة كان الجواد سمى نفسه عبدالزهرة ولا أنتم تحبوا فاطمة أكثر من أبنائها كفاكم كذب كونوا عبيد لله تبارك وتعالى واحد يسميني عبدالزهرة والتاني يسميني كلب زينب ونحن كلاب زينب أعوذ بالله أعوذ بالله الحمد لله فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد عندها عبيد ونحن جميعنا عبيد لله كان معكم شيخ الشيعة علي عبدالزهرة أقل ما تفعله الآن بعد هذا الفيديو أن تغذب إعجاب وتشارك رابط الفيديو ولا تنسى أن تشغل الإشعارات كي يصلك كل ما هو جديد